قبل نحو عام وفي شهر آب من عام 2015 أصدر وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر قرارين حملاء الرقمين 833 على واحد و 859 على واحد وقضيا بتكليف موظفين القيامة بمهمات مختلفة في المديرية العامة للطيران المدني وتنحية موظفين من بينهم سمير فقيه الذي وضعه في التصرف بعد هذا القرار ادعى فقيه لدى مجلس شورى الدولة فأصدر المجلس قرارا قضى بإبطال قراري الوزير وهذا يعني قانونا إعادة الموظفين ومنهم سمير فقيه إلى مراكزهم إلا أن الوزير زعيتر وكعادته لم يلتزم والتف على قرار شورى الدولة بأن أصدر في الثاني من آب الجاري قرار تكليف جديد حمل الرقم 660 على واحد في محاولة منه للتلاعب بالقانون واللافت في قراره الأخير أنه أعاد تعيين كل الموظفين الواردة أسماؤهم في القرار الأول مستثنيا الموظف المدعي لدى مجلس شورى الدولة سمير فقيه مصادر قضائية أكدت للجديد أن زعيتر يحاول بقراره التهرب من دعوة الغرامة الإكراهية التي رفعها سمير فقيه في شورى الدولة وأنه حتى لو لم يذكر الوزير اسم فقيه في القرار يبقى لفقيه الحق في الطعن في القرار والعودة إلى وظيفته بالإعلاميين اللي دايما أنتوا بتقدموا مفروض تكونوا تقدموا الأمور أو تعرضوها كما هي الوقائع والحقيقة وبناء عليه فإن وزير الأشغال العامة لا يضرب قرارات شورى الدولة بعرض الحائط وحسب بل أنه يفصل القوانين على مقاس مصالحه الخاصة